كأي متجر تقصده لشراء بعض الحاجيات يمكنك أن تدخل بعض الصيدليات في بغداد لتشتري ما تريده بلا وصفة طبية ولا استشارة وبدوره الصيدلي أو البائع في الصيدلية إن شئت الحقيقة يعطيك الدواء دون الاكتراث بآثاره الجانبية وفائلته الصيدلية الوهمية غير المرخصة باتت تغزو شوارع بغداد وتهدد صحة المواطنين عبر العشوائية في صرف الأدوية والتلاعب بأسعارها دون رقابة ولا محاسبة من قبل المؤسسات الصحية الحكومية بالنسبة للصيدليات الوهمية المفروض يكون لها ردع كامل حتى في سبيل تقضى عليها إذا لم يكن ردع طبعاً أكيد هذا وذاك يدخل ويفتح لأي موقع أو أي صيدلية بعض الأدوية التي تباع في صيدليات بغداد غير المرخصة مجهولة المنشأ وتحمل مواد مسرطنة وربما تعطي مفعولاً عكسياً قد يودي بحياة المريضة ورغم ذلك يتعامل معها المستوردون كتعاملهم مع أي بضاعة أخرى وللمفارقة يتم إدخالها عبر الملافذ الحدودية بشكل رسمي أو عن طريق طرق التهريب لتكتسح السوق العراقية وتباع بشكل عبثي لأنه أكثر المستوردين للعلاجات يجيبون من مناشئ غير معروفة وهذه بها مواد مسرطنة يعني فالضر المواطن المريض أكثر ما تنفع وهذا طبعاً شنو هم يدورون ذولا التجار المستوردين يدورون الشغلات الرخيصة حتى يجيبوها ما يهمهم بأنه المواطن هو راح يتمرض أو لا المال هو سيد الموقف وبه تخدر ضمائر بعض منتسب مهنة الطب التي تعد من أشرف المهن إلا عندما تتحول الطبابة إلى تجارة حيث يستغل بعض باعة الأدوية حاجة المواطنين وجهل بعضهم بتراكيب الأدوية لصرف الدواء وإن كان بلا فائدة بل قد يسبب تسمماً دوائياً كما حصل لحالات كثيرة في العاصمة بغداد كل ذلك يحصل ووزارة الصحة غائبة عن الساحة وكأن حياة المواطنين باتت من أرخص الأشياء في العراق ندب اللوم على المسؤول الأعلى وهي وزارة الصحة والدوائر القريبة من عده نقابة الصيادة وما شابه هذه الظاهرة كل جزاهرة يعني أنا اعتبرها خبيثة إضافة إلى أنه دمار للإنسان ظاهرة الصيدليات الوهمية غيض من فيضة من غمامة الفساد السوداء التي تخيم على أرض العراق وتجتم فوق صدور مواطنيه الذين لم يعودوا يعرفون عدد المصائب التي تحل بهم من كثرتها